في شأن الاقتصادية شارك كل من وزير التقا والمناجم محمد عرقاب وزير الصناعة أحمد زغدار إضافة إلى وزير التجارة وترقية الصادرات كامار الزيق شارك في أعمال الاجتماع الوزري للدورات العاضية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن والذي انعقد عبر تقنية التحضر المرئي عن بعد وقد أكد الوزراء على دعم الجزاء لمختلف الاستراتيجيات التي تم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع لسيما الاستراتيجية الإفريقية للسلعة الأساسية سياسة الجودة في إفريقيا خطة عمل مركز تنمية المعادن في إفريقيا عن نظام الإفريقي لتصنيف وإدارة المعادن وموارد الطاقة وأكد دراسة تمويل التصنيع خاصة بعد دخول حيزة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية مشددين على ضرورة التكثيف وتوحيد جميع الجهود أكثر من أي وقت مضى لتحقيق التعافي الاقتصادي للقارة في ذلك جائحة كوفيد-19 وفي الأخير جدد الوزراء التزام الجزائر الدائم على المشاركة الفعالة في أعمال الاتحاد الإفريقي وبذل المزيد من الجهود لدفع جندة التنمية الإفريقية إلى الأمام